اشتركوا في القناة من ساعة ما بقت قلقي حاجة مهمة وهي حل ببركتها على برنامجنا المهم اتمنى تدعو الاصدقاء النهاردة 8 اكتوبر 2020 كل سنة وحداتكم دايما بخير وذكريات حلوة وذكريات مؤلمة معلومات جميلة او حاجة حاجات حلوة حصلت وحاجات كالعادة هنتذكرها ونفتكر القلم اللي فيها لكن الحلقة فيها كتير جدا النهاردة المهم نهني جيشنا الحبيب هو ضهر مصرنا الغالية هو الحصن الحصين لمصر هو الاسد اللي بيرعب كل فار هو الامن والامان لمصرنا كل واحد فيهم يا رب حافظ عليه وحميه لان كل واحد فيهم اولا بيحمل اسم مصر وثانيا بيدفع حياته او شايل حياته على كفه من اجل حماية مصرنا الحبيبة فنقول لهم كل سنة وانتم بألف خير يا جنود مصر الجميلة بمناسبة ستة اكتوبر نعدة تمانية يا رب دايما رفعين على مصر ويا رب دايما محفوظين ويا رب دايما حافظين لمصر كل سنة وانتم بألف ألف خير بمناسبة انتصار اكتوبر صورة لقدست البابا شنودة وهي مش مرة واحدة زي ما حاطتكم شايفين كده مش مرة واحدة راح الجبهة او للجنود على جبهة القتال يعني مش مرة واحدة راح يزورهم بل بالعكس راح اكتر من مرة ودي صورة منه لان هو فعلا شخصية وطنية جدا بيحب مصر جدا جدا هو اللي علمنا ان مصر بتجري في عرقنا وفي قلبنا وفي ذكرياتنا وفي فكرنا وفي كل حاجة هو اللي علمنا ازاي نحب بلدنا اكتر واكتر وندافع عنها ونحميها من كل شر قدست البابا شنودة ربنا اينا يحروحه دافع عن مصر كتير اتعرض عليه حاجات كتيرة من اجل مصر لكن ان هو طبعا يظهر يظهر المفروض يعني الاجانب مش حقول غير كده الاجانب حاولوا انهم يشتغلوا على حتة اللقباط والمسيحيين واللي بيحصل في الاعتداءات علينا لكن هو كان سد منيع لهؤلاء حتى لو كنا فعلا مجروحين حتى لو كن دمنا سايل لكن كان دايما بيحافظ على وحدة مصر وكان دايما يصد كل فكر بيحاول يقسم البلد نصين فكان قدست البابا شنودة اتعلمنا منه وحنفضل نتعلم منه حتى وهو مش موجود فوسطن بما ان ذكريات ستة اكتوبر لكن اسمحوا لي في بعض الشخصيات كده الجميلة اللي المفروض انا متعودة ان بجيب بعض الشخصيات لان الاعلام للأسف ما بيذكرش ابطالنا اللي المفروض دفعوا دا تمن كتير جدا في حرب ستة اكتوبر في منهم حنقول اتكرم وفي منهم التاريخ حتى ما ذكرش اسميهم وما حدش اعرف عنهم حاجة فيعني انا جايب نموزة جاي حاجات بسيطة كده عن حرب اكتوبر واللحظاتكم شايفينهم دول دا كان اسمه نعيم لو اعطالة دلوقتي بقى اسمه ابونا ساموئيل لسه متنيح قريب دا كان في الجيش وقدى الجيش وكان معروف جدا بقى البول طيب وقد ايه كان شخصية رائعة كل اللي كان يعرفه كل اللي كان بيشوفه وتعامل معاه كانوا عارفين ان هو قد ايه انسان محب فعلا خادم للبلد وطني جدا بعد ما خلص الجيش وخرج كمل خدمته كان بيخدم في الجيش كمل خدمته للكنيسة بقى واصبح ابونا ساموئيل بعديه على صورة صابر حنين دا اللي حضراتكم شايفينه دا بيطلق عليه صائد المدرعات فقد عينه وفقد ساموه في حرب تلاتة وسبعين انا بقول لحضراتكم ان النمازج دي محدش يتكلم عنها في وطننا الحبيب عشق خاطر في مصينا الحبيب عشق خاطر يقول لنا ان فيه اللقباط شاركوا في حرب تلاتة وسبعين وليهم بصمة قوية جدا وطبعا فؤاد عزيز غالي واللي هو الزاكيبائي النمازج دي تكلمنا عنها كتير لكن الصغيرين دول المجندين كان ليهم بصمة زي ما قلنا صائد المدرعات صابر حنين وكمان اللي فقد ساموه بصر في مجند رفعة اسكندر جيرجس زي ما انتوا شايفينه كده من ابطال سلاح المشاه محدش طبعا ده اشترك في حرب تلاتة وسبعين ولسه موجود على قيد الحياة ربنا يديله العمر ويا رب يفضل اسمه مسجل في التاريخ من ابطال سلاح المشاه شوفوا الدبابة دي مش أنا اللي مسميها على فكرة ده النقيب او الرائد اعتقد اللي كان مسؤول عن هذه الدبابة في هذا السلاح في السلاح المدفعية كان مسمي الدبابة دي دبابة الأقباط ليه؟ لان هو كان كل المجندين اللي عنده كانوا أقباط لكن الغريبة في الدبابة دي او الابط الغريب في الدبابة دي يعني كلهم أقباط بس فيه واحد نعمل فوكس عليه في حاجة غريبة شوية أهله كانوا من الصعيد كان اسمه صحاء أهله كانوا من الصعيد المفروض والد ابنه الأولاني او الاب يعني الابن الأول كان اسمه صحاء ولما توفى في بعض القرى كده بيهملوا شوية في انهم يطلعوا شهادة وفاة او مستخرج او اي حاجة او يبلغوا حتى هم طبعا بيدفن وخلاص الاجراءات القانونية بقى او الرسمية في الدولة بيهملوا فيها شوية فلما خلف الولد اللي بعده بعد اسحاء الأولاني ده ممات سمه اسحاء برضو اسحاء الأولاني جي عليه الدور ان يجي التجنيد او يدخل للتجنيد فالقوات المسلحة بعتت له علشان يجي للجيش فابوه لانه ما بلغش ان هو ما ماتش ان هو مات يعني فبعت اسحاء الصغير اسحاء الصغير ده كان سنه 14 سنة بس كان جسمه يمكن كبير شوية وكان راجل بمعنى كلمة راجل ودي بشهادة النقيب بتاعه لما جيه ودخل الجيش وعلى انه هو ده اسحاء الكبير ما خدوش بالهم بعد ما دخل الجيش والتحق بالجيش ان سنه 14 سنة الا بعد ما التحق وتقريبا راح سينة مثلا المهم ف كان القاعد بتاعه بيقول ان هو كان قوي جدا وكان شجاع جدا وعشان كده ما مشهوش مع ان المفروض كان يمشي لان ده سنه القانوني ما ينفعش ان هو يبقى مجند جيش ولكن استمر معاهم في السلاح وكان من ضمن الدبابة الابطية وده اللي قال عليه القائد مشانا هو مسميها كده عشان محدش يفتكر انها حاجة المطران ديميانوس ده مطران كنيسة او دير سانت كاترين رئيس المؤمن راح ظهره بعد الحرب زي ما انتوا شايفين كده هو قيادات كتيرة راح ظهره دير سانت كاترين ليه لان المطران ده كان وطني بمعنى كلمة وطني جدا جدا في حرب الاستنزاف تسعة وستين خب الجنود المصريين داخل الدير ولما سائل حبت تبحث عنهم وتدور عليهم ودخلت الدير فتشت ما لقيتهمش بس كان هذا المطران مخبيهم في منطقة ما هم مقدروش يوصلوا لها وبعد ما خرجوا طبعا انتهى الموضوع والجنود رجعوا تعرف الموضوع ان هما كانوا مستخبين في دير سانت كاترين في حرب تلاتة وسبعين كان هذا المطران دايما بيجمع قبائل سينة ويتفق معهم ما حدش منكم يبيع أرضه ما حدش يبيع بيته وهكذا لان طبعا اسرائيل بعد سبعة وستين كانت بتحاول تشتري أجزاء من الأراضي أو البيوت اللي في سينة علشان تضمها لها فكان هذا المطران بيجمع قبائل سينة ويشجعهم ان ما حدش يبيع أرضه مهما كان التمن دي أرضنا وما حدش ياخدها فكان قمة في الوطنية عشان ما قطرش وبالتالي استحق ان هو ياخد نجمة سينة كوسام على وطنيته في اللي عمله مع الحرب وكان طبعا لازم نذكر هذه الحاجات ونثبت ان حب مصر بيجري في كل واحد فينا ملهاش علاقة بدين أو شخصية دينية أو مش دينية نكمل نقول احنا طبعا بنقول الحاجات الحلوة في الأول ولو عشان خطن الناس اللي طلبت مني ان انا احط حاجات حلوة في الأول الحاجة الحلوة كمان الجميلة جدا دير الأنبا سامويل نهنيهم ونقول لهم ألف ألف مبروك ان الدير تم رصفه ونشوف الصور بتاعته قد ايه خلاص كده الدير أو الأرض أو سوري الطريق كله اتسفلت خلاص وصل لغاية الدير وانتهى زي ما حضرتكم شايفين كده تم الرصف بالكامل والدير اهو نشكر ربنا لغاية الآخر الرصف نقول لهم يا رب احمي كل زر التراب في أرضك يا مصر لكن دير الأنبا سامويل بالذات ليه ذكريات عندنا وهو استشهاد ولدنا في حدثين متتاليين سنتين وربع نفس الطريقة فأتمنى الجيش والشرطة ما عندهمش دلوقتي أي عز الأرض مسافلت أو الأرض متسافلت بس طبعا الشياطين بتيجي من كل مكان ما لقاش علاقة بالسفلت لكن هي بتسهل الطريق إنهم يجروا وراهم لو بعد الشر حاجة حصلت تاني نهني مصرنا الحبيبة برضو بمصر هتفضل زخيرة للعالم كله يعجز العالم عن إنه يفهم حاجات فيها بأمانة مصر فعلا أم الدنيا مصر فعلا هي اللي أبهرت العالم في حاجات معينة من ضمنهم هذا الاكتشافات اللي أكيد حضراتكم كلكم شايفين أحد الاكتشافات اللي لقيوها 59 تابوت ده حاجة منهم شايفين تحت الرمل كان إزاي يعني طبعا ده كان من غير تابوت لكن هما لقوا 59 تابوت لكن الصورة دي أنا جايبا عشان نتخيل حرارة الشمس أو الطراب أو الرمل أو الفطى الزمنية 2500 سنة ومأثرتش على هذه التوابيت يعني ده الواحد لو حط قلة في الرمل بعد شوية ممكن يلاقي القلة دي مضغط من بعد سنتين ثلاثة لكن دول 2500 سنة تحت الرمل بالشكل ده وتحت حرارة الشمس وإحنا عارفين الأرض الصحراوية دي بتبقى ممتصة درجة الحرارة جدا في الرمل بدلين لو واحد ماشي في منطقة زي كده ما يقدرش يحط رجله على الرمل كويس لأنه بتبقى سخنة جدا فتخيلوا بقى 2500 سنة شوفوا الصورة اللي بعديها طبعا أنا جايبها صور بس لأنه أكيد كلكم حضرتكم تفرقتم على الفيديوهات وشفتوها لكن ما أعظمك يا مصر توابيت فوق توابيت صور وتفاصيل كشف أثري مزهل في مصر مزهل فعلا الصورة دي بقى زي ما حضرتكم شايفينها كده هقول لكم شوية معلومات قريتها وأحب أن أنتم تسمعوها وتعرفوا اللي فيها لأنه فعلا جميلة جدا ليه بيقولوا أن الهرم أكبر من عجائب الدنيا السبعة ليه الهرم شكل الهرم وطوله وحجمه حير العلماء وحير الناس كتير جدا ومخليينهم يعني حيموتوا يعرفوا أسرار الهرم ده تبنى ازاي أول حاجة الحجر الواحد في الهرم ما بين 2 و15 طن الناس ما تعرفش الطن الدقيقة ألف كيلو فيعني ما بين ألفين وما بين 30 ألف كيلو الحجر الواحد الواحد مثلا ما بين 2 وما بين 30 ألف كيلو عدد أحجار الهرم 2 مليون و600 ألف حجر فتخيلوا بقى 2 مليون يتحطوا فوق بعد ازاي وما كانش فيه لوينش ولا كان فيه جرارات ولا كان فيه أي حاجة تجر الحجارة آآ ألاف السنين كانوا بيفكروا ازاي تخيلوا كده حضرتكم بيفكروا ازاي عشان يحطوا حجر فوق حجر بآلاف الكيلو مترات كيلو جرامات يعني الحجر الواحد لو هو وزنه 20 ألف بلاش 30 ألف 20 ألف كيلو يتحط ازاي على قمة الهرم ده يعني لو تحت حنقول مثلا لكن عشان يطلع هذا الارتفاع لهو 149 ارتفاع الهرم 149.4 من نطحات سحاب نطحة 148 دور تخيلوا بقى فكروا بس كده الحجر بتحطي طوله فوق ازاي وزن حجر الجرانيت في سقف حجرة الملك 70 طن حجر الجرانيت اللي في سقف قوضة الملك 70 طن يعني 70 ألف كيلو يا ربي 70 ألف كيلو دول ازاي طلع السقف ازاي لو هنقول برضو تحت مع انها مستحيلة لكن ازاي طلع في السقف بتاع القوضة بتاعت الملك ارتفاع الهرم زي ما قلت لحضراتكم 149.4 من عشر الغريب بقى ان المسافة ما بين الارض والشمس الارض والشمس 149.4 من عشر هم اسوأ ازاي انهم يعملوا ارتفاع الهرم بنفس المسافة ما بين الارض والشمس طبعا المسافة بين الارض والشمس 149.4 من عشر مليون كيلو متر فعشان يعني تتخيلوا بس واربعة من عشر الرقم فهل دي مصطفة هل دي كده جات بالصطفة لا طبعا مكان الهرم في النص بالزبط بالنسبة للقارات الخمسة الهرم الاقبع عشان كده هو من عجاب الدنيا السبعة ممر الدخول للهرم يشير الى القطب الشمالي ممر الدخول يشير للقطب الشمالي الدهليز بيشير الى نجم معين او في الفلك يعني المهم بيقال ان لو حطيت حضيتك حتة لحمة جوة حجرة الملك تنشف لكن ما تعفنش طبعا احنا لو حطنا حتة لحمة في المطبق وسبناها هتعفن بعد ان شاء الله يومين هي جوة حجرة الملك بقى تنشف لكن ما تعفنش لو حطيت ما كانت حلاقة فيها في نفس حجرة الملك بعد عدد معين من الساعات ترجع حادة شرب جدا حامية جدا بعد عدد معين من الساعات لو سبتها في حجرة الملك طبعا ده كل ده ليه تفسيرات بقى يعني ازاي ازاي ده بيحصل ازاي اللحمة ما تعفنش لو جبت نبات وحطيته جوة حجرة الملك بينمو اسرع جدا عن لو حطيته برا الحجرة في اي مكان تاني لكن جوة الحجرة بينمو اسرع جدا من اي مكان محيط الهرم انا بقول لحضراتكم معلومات لان يمكن ممكن تعدي على حضراتكم المعلومات دي ويمكن ما تقلعهاش لكن هي دي مصر وقد ايه الواحد بيبقى فخور لما يقرح حاجة زي كده ويعرف المعلومات محيط الهرم مقسوم على ارتفاعه 3.14 3.14 من 100 لو دخلت غرفة الملك واسمت المحيط على الارتفاع برضو يطلع نفس المسافة يعني المهم فيها حاجات كتيرة جدا لو فضلت اقرى لكم الاعجاز في هذا مش ممكن مش ممكن تصدق الرسومات بقى في حاجات مش هكمل الكلام كانوا خطين حجارة معينة مطلية بطريقة معينة تحت في الارض على عمق كبير في المياه الجوفية الحجارة دي كانت لما المياه الجوفية بتتحرك بتولد زي طاقة كهربية بتخلي الهرم ينور كأنه بلمبانيون الفكر بيخلقوا الكهرباء ازاي؟ من كام الف سنة؟ الحاجة الاهم والاهم جدا بالنسبة لي انا عادت افكر فيها كتير على المتاحف او فابو سنبل وفلقص واسوان وجدوا رسومات طبعا احنا يمكن في التوابط اللي شفناها دي الرسومات زي ما هي كأنها معمولة طبعا نشالوا من عليها الطراب وحاجات لكن الالوان زهية جدا فازاي الوان فضلت يعني لو حضرتكم مثلا بلوزة ولا جيبة ولا فستان وبعد فترة معينة هتلاقي ممكن اللون بتاعها ما بقاش زي الاول لكن دي الاف السنين واللون زي ما هو ده غريب جدا دي حاجة برضو هم بيدرسوها ازاي اللون فضل لكن الاهم بالنسبة لي على معبدة بو سنبل لقوا رسومات فيها رسومات للحيوان المنوي للانسان للرجل الحيوان المنوي ما تقدرش تشوفه بعينك المجردة هم ازاي عرفوا شكله بدون مجهر ازاي قدروا يحددوا ان هذا هو الحيوان المنوي وما كانش فيه ميكريسكوب ولا مجهر ولا اي حاجة يبقى عرفوا شكله ازاي وترسم على الحيطة عرفوا منين شكله فكر يعني انا عادت افكر مش لقيه لها حل المهم كان فيه تحطمس الملك تحطمس كان شاب صغير ملك قادش او اه ملك قادش حاب يستولي على مصر يحاربها ويستولي عليها فقالوله ان انت مش هتعرف تستولي على مصر الا في عصر هذا الملك لانه عايل صغير تحطمس كان عنده زي ما تقولوا كده ناس بتوصلوا الاخبار من عند قادش ده من عند ملك قادش فبلغوا الملك تحطمس راح مجمع كل الجيش وحصنوا كان المفروض ان العقيدة العقيدة الجيش المصري زمان في عهد الفرانة ان هي الدفاعية ادافع عن مصر لكن مروحش ههجم على احد ويمكن اعتقد مصرنا الحبيبة دلوقتي يمشي بنفس المنهج ادافع لكن مهجمش على بلد واعتدي عليه فهما كانوا عارفين قادش كانت عارفة كده فقال لا انا بقى اللي ههجم عليهم عشان يعرفوا ان مش هيقدروا يسيطروا على مصر وفعلا هجم على ملك قادش وانتصر عليه وهزم كتير جدا واستولى على اراضي كتير جدا من مع الشام كل ده تحطمس وهو حتة عيل صغير دي عبقرية الجيش المصري من يوميها ومن المهمة هزم في 23 جيش واصر ملك قادش في النهاية وكانت العقيدة في الوقت ده ما هياش دفاعية بقى كانت هجومية بس ده كده اصرنا الحبيبة ال59 تابوت كان اجتمعوا فيها طبعا وزير الاثار ووزير الاعلام الحج اسامة بن لادن هيكل واهاليهم وصحفيين ومش عافية لما عصروا على هذا الكشف الاثر الرهيب كده نقول لما صينا الحبيبة يا رب دايما تبهير العالم ونكتشف اكتر واكتر اصارك اللي العالم كله ما عندهوش اصارك دي بس للأسف احنا مش عارفين نستغل الصراوات اللي عندنا سياحيا بالقدر الكافي العالم كله دلوقتي عارف عن طريق الاعلام هذا الكشف الاثري هيتحط في المتحف وكل ده هيتعارف بس طريقة ادارة السياحة للأسف للأسف طيب ده كده بالنسبة للأسار الاعلام كله كتب وغنى وكل الدنيا عرفت قال ايه ان الحج حسن يوسف هيمثل شخصية قدست البابا شنودة والغريبة ان الاعلام زمر على هذا الكلام وطبل وطلع في النهاية في شنك طلع زي ما بيسميه عادل امام فانكوش الكنيسة طرف التجسيد الكلام ده يوم 7 اكتوبر ولكن هتعرفوا الكنيسة طرف التجسيد شخصية البابا شنودة مسلسن بحسن يوسف يعني ان هو فانكوش لكن الاهم من تحتها المجلس الملي رفض عرض حسن يوسف لتجسيد شخصية البابا شنودة في 2016 في 2016 برضو لما طلعت الاشعات هي مش حقيقة خالص مش حقيقة ان حسن يوسف وده بس بتهولكو دلوقتي ان حسن يوسف هيمثل شخصية قدست البابا ليه كان عمل مسلسل الشعراوي حسن يوسف كان عمل مسلسل الشعراوي وبعد وعلى فكرة مسلسل الشعراوي قصة شيخ شعراوي اشتكت حسن يوسف واقامت عليه قضية لان كان فيها في المسلسل اخطاء كتير جدا بيقال انها مش في حياة قصة او مش في حياة حياة الشيخ شعراوي لكن المهم بعد المسلسل الصحفين عملوا مع حسن يوسف لقاء هو بيقول في فيديو لسه فيديو انا سبعان نهاردة الصبح لكن هو اعتقد مبارا هو بيقول في فيديو ان كانت في 2003 بس اعتقد مسلسل الشيخ شعراوي ما كانش في 2003 يعني كان من كم سنة المهم فالصحفي بيسأله هل حضيتك ترضى انك انت تمثل شخصية قدست البابا شنودة زي ما مسلت الشيخ شعراوي مع ان فرق شاسع طبعا بين اتنين يعني فرق السمم والارض ما بين الشعراوي وما بين قدست البابا لكن ده كان سؤال الصحفي الصحفي الحسن يوسف فقال له اه طبعا ما مسلهوش ليه طبعا امثله السؤال يا حج حسن لو حصل مع ان ده مش هيحصل يعني ما تحطش في دماغه فعرفتوا بقى النقطة الاول قبل ما تكمل في النقطة دي عرفتوا جاي منين الموضوع سؤال من صحفي لحسن يوسف لكن ولا تعرض عليه سيناريو ولا تقال انه هو حيمثل ولا تكتب اصلا سيناريو فلما الاشعات كترت في 2016 طلع نفس الخبر بس يا صحفة لما تحب تطبل وتزمر تعمل خبر كده تنشئ خبر ويزغراتوا عليه لما اثير هذا الخبر في 2016 الكنيسة المجلس الملي رفض عشان يديهم ضوء ان احنا مش موافقين بيقول لكم احنا مش موافقين عشان لو فكرتوا تعملوها احنا مش موافقين خلاص ده الاثارة بتاعت او الخبر لما اثير في 2016 بقيت الخبر بصوا بقى الكلام وكشفت مصادر كنسية انه لا يوجد عمل فني مطروح على الفنان حسن يوسيد لتجسيد شخصية البابا شنودة فما حدث كان اشبه باكذوبة اذ ان الفنان ذكر اسم البابا في اطار تمني ان هو يتمنى ان يجسد شخصية البابا شنودة وليس التحضير لأداء الشخصية خلاص وصبق واثير الجدل او ده اللي انا بقوله لكم هو وصبق واثير الجدل في 2016 حين اعلنت شركة شركة العدل جروب لانتاج الفني مسلسل تلفزيوني عن حياة البابا شنودة يجسده الفنان حسن يوسف ولكن الكنيسة القبطية الاورثيزوكسية رفضت العمل الفني وخرج المجلس الملي ببيان طبعا وحظى فيها الكلام ده انه ما يحصلش ده بالنسبة لحسن يوسف اواريكم الصورتين اللي بعدها عشان اجري لان فيه حكاية مهمة جدا في حلقة النهاردة نشوف اللي بعدها للصورتين ادي برضو لما هي اجزوبة ولما هو انا بواريكم الاعلام بيعمل ايه لما هو اجزوبة ولما هو ما حصلش لما هو تمني ولما هو سؤال مجرد صحفي شمس البرودي ترحب بتكسيد حسن يوسف ترحب بتكسيد يعني كانه حقيقة وهي وفقت وهي قالت ايوة ترحب بتكسيد حسن يوسف لشخصية البابا شنودة لما هو ما حصلش يا حاجة لما هو اصلا مفيش تكسيد لشخصية البابا انت بترحبه على اساس ايه بترحبه على اساس التمني ان هو بيتمنى عشان انت تستفزي اي حد من المنتجين انهم فعلا يعملوا هذا المسلسل او حتى فيلم عن حياة البابا شنودة وطبعا يبقى هو اول واحد يتم ترشيحه على اساس اثارة الاعلامية اللي حصلت دي عن هذا الشخص وهذه الشخصية الرائعة قدست البابا عرفتوا بقى الكزوبة بتجي منين دي جالت الوطن بصوا الدستور تعمل ايه برضو لازم تطبل وتزمر حطالكو بتقولكو تختاروا مين في الشخصيات ديقول طبعا ماجد الكدواني والحج حسن تختاروا مين يمسل قدست البابا يا حج يا حجاج يعني ارحمونا بلاش ده ماجد الكدواني وبابا العرب وانا عاملة دايرة حمرة على الصليب لو بعد الشر حصل يا حج حسن هتلبس الصليب لان ما فيش البترك وطبعا كل البتركة البابا شنودة لازم تلبس الصليب ولازم الصليب الصليب مايفرقش مايفرقش يدك زائد اللي فوق هو طبعا الكلام اللي اصير في الفترة اللي فاتت ان هو حيمثل طفولته وشبابه ورهبانته طفولته وشبابه ورهبانته مش كبترك مش كبترك حتى في دي بصوا لما عملوا عملوا ايه عملوا صورة حسن يوسف على شخص او شكل قدست البابا هكذا سيبدو في دور البابا شنودة لا مش هتبقى بترك بس برضو الاسقف بيلبس نفس الطائية دي وبيبقى كده برضو حتى لو اصخف لانه كان اصخف التعليم قبل ما يبقى بطاك المهم يا حاجة حسن هتمسك الصليب كده على طول هتلبس كل هدومك مليانة صلبان هتلبس الصليب وما تقلعهوش ابدا الطائية اللي فوق راسك فيها صليب الصليب يعلو راسك كل ده بالنسبة لك هيبقى عادي؟ عادي ولا هو لمجرد الشغل فقط لغير؟ يعني انت هتعتبروا اه ده وظفتي كده ان انا هعمل كده لكن ومن تشبه بهم اصبح منهم وبما ان حضراتكم بتعتبرونا كفار فانت لو تشبهت بينا حتى الشبه هتبقى كيفش زينا حاجة حسن فما تحاولش تفكر حتى لو عرضوا عليك لهم لا 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 ده زائد ان اولا واخيرا من الف لليه اللقباط رفضينه والكنيسة رفضة فده مش هيحصل بس ده بالنسبة للحاجة حسن نرجع بقى لمونيكا مونيكا شوف صورتها الاول دي مونيكا وهبة هي طبعا حكايتها مهمة جدا المهمة فيها ايه حاجتين الاجبار على الحجاب الاجبار على الحجاب الايه كده هي شكلها مثير طب انا حواليكم السور التاني بس خلينا في حتة حتة الاجبار على الحجاب زائد دور الشرطة في الموضوع ده اللي يهمني مونيكا بتقول ايه كنت مستنية لما تحسن وكون اهدى وقادرة انا طبعا بعدت لها وحاولت استضيفها معانا لكن اعتقد ان هم مخوفينها او قالوا لها ما تطلعيش على وسائل الاعلام المهمية كنت مستنية لما تحسن وكون اهدى وقادرة اتكلم عشان اطلع واقول كل اللي حصل لي وكنت اتمنى اني ابقى بكت بالكلام ده وانا جايب حقي او على الاقل حسن اني ممكن اجيبه اللي حصل ان فيه شخص بيتعرض لي يوميا في طريقي لشغلي تحديدا قدام مترو البحوث في المهندسين بيهددني يوميا بالدبح فكان ستة بتاعت الورق فكان ميري كمان بتاعت الورق اللي اتنين كان بيعمل لها كده فكان بيهددني بالدبح في الشارع علانية لاني متبرجة وكلام عن انه عايز المظاهرات تقوم وكل المتبرجات تتعدم في الشارع الله عليك الكلام ده بسمعه يوميا في عز النهار في مكان زحمة زي ده لحد يوم الحد اللي فات اللي هو سبعة وعشرين تسعة طبعا الكلام ده مش اللي فات يعني بتاريخ سبعة وعشرين تسعة لما كنت نازلة انا واختي وبنت زميلتنا هم التلاتة متبرجات وفي طريقنا واول ما شافني بدأ يردد نفس الكلمات ولما وقفنا وزعقنا قاموا تف علينا واعتدى علينا بالضرب في الشارع مع ترديد نفس الكلام وضرب اختي وزميلتي ولما حاولوا الناس يبعدوا عني في الوقت ده بدأت الناس تتدخل ليه؟ لما سمعوا صوتي بصرخ بهستيريا وهو بيدربني وان حتى الناس لما اتدخلت وحاولت انها تمسكوا كان بيحاول انه يفلت من ايديهم عشان يقدر يوصل لنا عشان يضربنا يعني بيفلت من ايدي الناس عشان يروح لها عشان يضابها تاني الله عليك وبدأ الناس اكتر واكتر تتدخل وناس على معرفة بالشخص ده بدأت تسحبه من وسط التجامر ده واحدة واحدة لحد ما هرب من ممر ديق ما بين الصيدلية وبين الجامع اللي جنب الصيدلية والممر ده عليه باب حديد وان الشخص ده اول ما هرب واختفى بدقايق لقيت شخص ملتحي خارج من باب الجامع وبيقول لي ان اخوه وبيحاول يهدي الموقف وانه بيكلمني عن اني اطراضة ونلم الموقف وصاد اي حاجة اطلبها بس ما بلغش الشرطة بس اول ما تأكدوا ان الامن جاي الشخص ده هرب اللي هو الملتحي الشخص ده هرب ولما الشرطة جات صممت صممت انها تماشي كل الناس الشرطة نرجع بقى نقول ايه نبتدي هنا في دور الشرطة وشوفوا اللي بيحصل واكيد حضراتكم يمكن قريته الكلام صممت انها تماشي كل الناس طبعا ليه تماشي كل الناس عشان الشهود محدش يشهد عشان محدش يقول انه سمعه وهو بيهددها بالاكل او بيشقول لا انا هقتلها ويهدد كمان ضربها صممت انها تماشي كل الناس اللي كانت موجودة حتى اللي قالوا انهم عايزين يشهدوا بالله حصل ولما وصلت هي بقى مونيكا ولما وصلت اسمي الدقي وحكيت كل اللي حصل لي اتحولت على المستشفى اللي طلع ان عندي اصابة في الرأس وكدمات في اماكن متفرقة من جسمي وان عندي نزيف نتيجة الضرب ولما رجعت بالتقرير الطبي اللي كان باين انهم مديقين اني طلعت مديقين ان انا طلعت فعلا مصابة الشرطة كانت مديقة ان التقرير الطبي اسبت انها مصابة رئيس المباحث قال لي ان الشخص ده اتقبض عليه رئيس المباحث قال لها ان اللي ضربها ده واللي بيهددها بالقتل اتقبض عليه طب شوفوا المفاجئة واننا هنعمل محضر تحرش لفظي يعني هيلغي التهديد اللي هو بالدبح وهيلغي الاعتداء عليها بالضرب قدام كل الناس وفقط تحرش لفظي يعني ايه تحرش لفظي يعني بيعكسها يا حلوة يا امورة يا جميلة يا اللي مش عافية فقط لا غير الله ده ايه الجمال ده بعد كل اللي بحكي ده التهمة قدام القانون تحرش لفظي ولما رفضت ان المحضر يتعامل كده اتكلم معايا بحدة ابتدى بقى الاسلوب بدل مكان يعني معلش يا نسة ومش عافية لا ابتدى اسلوب الحدة يعني بعديه لازم يبتدي تهديد هتوافقي ولا لا وانا مقدر حلتي ابتدى يتعامل معايا بحدة وانه مقدر حلتي بس هو عارف شغله كويس الله ان انت تشيل التهديد بالقتل وتبقى تحرش لفظي فانت عارف شغلك يا سلام عليك رئيس مباحث الدقي رئيس مباحث الدقي يا وزير الداخلية تزوير وانه مقدر حلتي وهو عارف شغله واني لازم ادخل اعمل المحضر فضلت اكتر من ساعتين بيتاخد اقوالي في الآخر بيتقال بيتقال اني ما معكي شهود يعني هما اخدوا اقوالها في المحضر لمدة ساعتين وفي الآخر كلامك مش مصدق لانك ما عندكي شهود طب ما انت اللي مشتهم الناس اللي كانت عندها استعداد انها تشهد انت اللي مشتهم لانك ما معكي شهود أصلا واني ما ينفعش اطلب شهادة حد من اصحاب المحلات اللي كانوا موجودين لاني لازم ابقى متأكدة حيجوا يشهدوا ولا لأ وحتى اسم زملتي اللي كانت موجودة في الواقع رفض يكتبه وفي الآخر كان عايزني امضي على المحضر من غير مقراء ما احنا عبط ونتنزل عن حقنا وبعدين في الآخر لو هي مضت من غير على ثقة يعني ان كلامها تقال وتمضي بعد كده المحضر بيروح للنيابة تخرش لفظي ده غرامة مش عارفة كام ولا حبس 15 يوم ولا 45 يوم اضهب في الحبس ساعة التحية وخلاص لكن الواقع الحقيقية انتهت ليه لانه مش مذكورة جوه المحضر فهو بيقولها امضي وخلاص امضي امضي على المحضر من غير مقراء ولما صممت اكتشفت ان مفيش ولا كلمة من اللي انا قلتها اتكتبت ولما رفضت امضي رئيس المباحث جيه وقال لي ان مش كل حاجة بتتكتب يا راجل بجد بزمتك مش كل حاجة بتتكتب يعني لو واحد مسيحي كان شد حجاب واحدة مسلمة كنت هتقول مش كل حاجة بتتكتب ولا كنت هتحط الشطة والكمون والفلفل بتاعك عرفتو مش كل حاجة بتتكتب في المحضر ولما تروح النيابة ابقي قول اللي انت عايزاه حتى لما طلبت اني اشوف الشخص هي قالت لرئيس النيابة انا عايزة اشوف الشخص اللي ضربني انت بتقول ان انت قبط عليه ولما طلبت اني اشوف الشخص اللي بيدعو انه تمسك رفضو وقالولي انت لما تمشي من الاسم احنا هنطلعو وناخد اقوالو ورفضو حتى يعرفوني اسمه ايه شفتو الحبكة الحبكة النيابية بتاعت النيابة عشان تخرج هذا الشخص زي الشعر من العجيل لان بيبقى اساس اي قضية المحضر المحضر لو المحضر اتكتب فيه ان هو قتلها النيابة بتبتدي تتحقق في القتل لو اتكتب ان هو مثلا سوري تف عليها خلاص تحت تتف حتى لو كان قتلها فهمتوا الموضوع رفضوا حتى اني اعرف اسمه انا لحد النهاردة ما جليش اي استدعى الكلام ده انا اول مبارح منها يعني لما اتصلت به ما جنيش اي استدعى رسمية من النيابة النهائي ما فيش اي تحرك بيتاخد باي شكل ما كانش عندي اي دليل ان الاسم قبض على الشخص ده او ان اتقبض عليه اصلا ده هو او ممكن يقبضه على واحد تاني ومش هو اللي اعتد عليه المحضر لسه واصل النيابة مبارح في نفس الوقت اللي عرفت ان الشخص اللي اتقبض عليه بيروح النيابة وبيتحقق معاه بيروح يعني مش معبود عليه بيروح النيابة وبيتحقق معاه بيحققوا معاه في ايه بيحققوا مع مين اصلا انا حاليا بيتضغط علي نفسيا من كل اللي حوالي ان يتنازل واتراضة باي طلبات بدل ما تبهدل اكتر من كده انا مخترتش ان ده كله يحصل انا مكنتش عايزة غير حقي اكيد في اقل من حقي مش حرضة بيه اني ما تهددش قدام الناس اني ما تقتلش تهديد بالقتل يعني اكيد من حقي اني لما اقف وادافع عن نفسي ما تضربش وما تهنش وما تصبش لمجرد اني قلت لا مش حلبس الحجاب يعني هي كل ده هدفه شعرها يا متبرجة ولا انا مش متبرجة ولا قابلة لللفز لبقى انا خايفة اروح شغلي حتى الان والموضوع اشبه بالمخطرة كل يوم لما اعدي من نفس المكان ونفس الخطوات لحد ما اقدر اعدي من الطريق يعني هي حاسة بخطر وهي بتعدي في نفس المكان انا مش بس واخدين احنا بس مش واخدين حقنا لا ده احنا اصلا مش متشافين انا في اللحظة دي ما بقاش عندي اي امل في الحياة في اللحظة دي انا حاسة اني مظلومة ومصابة ومهددة ومباح دمي وان اكبر جريمة عملتها في حياتي هي اني مش من الاغلبية ومن دين اخر هو مش عاجبه شكلها عشان كشف شعرها وطبعا اي حد لانها كشف شعرها ممكن يعكسها وانا قبل كده عرضتلكم مليون مرة ان بيتم التحرش بالمحجبة والمناقبة والمناقبة والحاج حسيني عقوب اعتقد مش عرفها مين فيهم مش مهم ما اساميهم متفرقش حتى اللي قال لها انك حتى لو انت منقبة فانت بتثير الراجل لان يعاني شرابك البش شرابك البش باين حتى الشراب لو هي منقبة شراب البش باين فانت كده مثيرة للرجل اكتر من النقابك الله عليك تعال نشوف السور كده مين فيهم مونيكا نشوف صورة مونيكا بعد اذنك نشوف صورة مونيكا الاول ادي مونيكا شوفوا باقي اللي بعدها مين فيهم المسيرة الله دي لما تمشي في الشارع دي الحجة رضوة طبعا لو مشت في الشارع وهي كده مونيكا ولا دي اللي تتعاكس لهم اللي اتنين ماشين جنبه بعد ادي مونيكا نشوف اللي بعدها بعد رضو ايه الجمال ده مونيكا ولا دي ايه مغطى شعره مين فيهم اللي تتعاكس مين فيهم المثيرة ايها الرجال الجميلة الامورة دي مين فيهم المثيرة مونيكا ولا دي عرفت ان انتو بوشين الحاجة صابرين طبعا على الشمال بعد ما علعت الحجاب وبركتلها لكن دي لو هي ماشية كده وماشية في مول مثلا مين فيهم اللي تتعاكس مونيكا ولا الحاجة صابرين اهي التلات مناظر هي في النص ايه بعد ما قلعت وهنا وهنا في الحالتين بالحجاب شكلها مسير ولا مش مسير عن اللي في النص والجميلة الامورة دي اهي صحيح مش لابسة حاجة تحت الاشارب شعرها برضو يعتبر باين لكن جمالها ده هي ولا مونيكا الجميلة الامورة دي برضو هي ولا مونيكا عرفتوا ان انتوا يعني الموضوع مش موضوع شعرها مكشوف شعرها مش مكشوف ان هي تثير الرجل ان هو هي عكسها عندكو قلعن منها قلعن منها وما بتسسسكوش يعين يا حرام لا دي شهريفة وعفيفة حجري حجري امهات المستقبل يا مصينة الحبيبة شايفين والمداسة اسمع مداسة جميلة طبعا ممكن تكون جميلة بحرية اي جميلة اي جميلة بس الجميلات امهات المستقبل دول هيبقوا فعلا امهات المستقبل شكلهم ايه هتبقى منهم ام الحج اللي اعتدى على مونيكا واحدة زيه لان هو ما جابش الكلام ده الا من البزة الاساسية في تربيته زاد شيوخ في الجوامع هو كبر كده ولما راح الجامع اتشحن فدي امهات المستقبل اللي هتخرج لنا مليون واحد زي اللي اعتدى على مونيكا اللي بعد النهاردة تمانية بكرة اسوأ ذكرة في مصنع الحبيبة بالنسبة لي اسوأ من هزيبة 67 بالنسبة لي اسوأ من اي شيء حصل في مصر وهو مسبحة مسبيرو مسبحة مسبيرو اللي ولدنا مشيوا من شبرة من دوران شبرة للناس اللي تعرف شبرة حتى مسبيرو مسافة طويلة جدا لان انا من شبرة مسافة طويلة جدا بالترانيم وبالسلبان الخشب وحتى الان دم هؤلاء الشهداء بيصرخ لربنا لان حتى الان المجرم الحقيقي مازال حر طليق وهو مجلس العار مجلس العار اللي اسبتت لكم انه في كلام الحجة صر علام اللي المفروض يعيني كانت لسه ما مسكتش الملف الابطي واللي نزلت وغطت احداث ماس بيرو واللي اعترفت في الحلقة اللي قبل اللي فاتت اعتقد مش اللي فاتت لا اللي قبل اللي فاتت اللي اعترفت بلسانها بكتابتها ان الجيش هو اللي دهس الشباب الجيش مجلس العار دي واحدة مسلمة وانا في ذكرى من ذكريات ماس بيرو جبت واحد اسمه محمد كان من ضمن الشباب اللي في ماس بيرو ورايح معهم الاخ اللي كان بيشتم وبيقول لي انه هي حتة كنيسة وانتو لا حتة بيت عايزين تحولولوا لكنيسة وعايزين تفردوا عضلاتكم وتقوموا بمظاهرات كمان يا متخلف عقلي اسمها كنيسة المريناب كنيسة ماري جيرجس اعتقد والشرطة كانت بتخرج لها حراسة من عندها كنيسة رسمية بأوراق رسمية ما هياش بيت والعقيد اللي اسمه فتحي عمر فتحي أو فتحي عمر اللي هدها واللي الفيديو عرضته مليون مرة قبل كده اللي كان بيقول الشياطين اللي كانت بتهد الكنيسة هد العمود ده عشان الكنيسة تقع عشان الكنيسة تقع مش عشان البيت يقع ولما تتهد الكنيسة وتتحرق وإحنا نخرج نصرخ من أجل كنيستنا اللي تهدت لا ده كمان انتو لازم تخرسوا وحنخرسكم بدأس أجسادكم تحت عجلات الدبابة أمركم شفتم على مر التاريخ إنسان من البلد مش عدو يعني لو قلت إسرائيل عدت على الجنود في سينة عدو مع مصر لكن البلد جيش بلدي اللي كنت بدعيله في أول الحلقة هو اللي يدوس على أجساد ولاد البلد ولاد البلد الأصلين أفكركم ولاد البلد الأصلين يا موشين ولاد البلد الأصلين اللي أصل البلد يا موشين مش أنت عين ما تحاول تلحق قبل ما تقابل ربك وتطلع قبل ما إن شاء الله بدقيقة ما أنت مش هتتحبس أنت مش هيدخلوك السجن إذا كنت خايفة السجن مع أنه ده مش هيحصل خالص سجل بصوتك أن الدبابات عملت إيه في أجساد ولادنا اتمسح قبل ما الفجر يطلع اتغسل الأرض اتغسلت 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 بمواد كيموية وبالغسيل المية عشان المعينة ما تتمش الكاميرات الكاميرات ما فيش فندق رامسيس ما سبيره كله كله فيها كاميرات ما فيش اتمحت اتمحت الأهم صدقوني لغاية مبارح وأول مبارح فيه دكتور أعرفه شخصياً كان في مستشفى الإبت في الحدث ده بس هو يعني مش بتاع استقبال هو بتاع كانسر وحاجات كبيرة خلاص من ضمن كلامه اللي تقلي ان انا شفت بعيني حاجات ما ينفعش الطب يتدخل فيها خالص يعني لو فيه جرح نقول ان خياته مش عفية ده ما ينفعش الأجساد اللي جات شكلها عمري في حياتي ما حنسها وعمري في حياتي ما شفت زيها ولا حشوف زيها فتخيلوا بقى الأجساد كانت شكلهاية ما سبيره الدم بيصرخ إليك يا رب والقتل والسفحين لسه موجودين تعالوا تشوفوا الصورة الأخيرة معلش دي ما تتسبش وانا علقت عليها كتير قبل كده الحجة راشا ماجدي وجبتها لكم قبل كده بأكتر من صورة ان هي كانت مرة قالت ثلاثة شهداء ومرة قالت اتنين شهداء مرة قالت ثلاثين مصاب ودلوقتي عشرين مصاب ودلوقتي شهيد وعشرين مصاب يا ترى الشهيد من الجيش خدوا بالكو من جنود الجيش وتحدت الدولة كلها انها تطلع لي اسم هذا الشهيد قولوا لنا اسم الشهيد في قرية ايه اتدفن فين عشان تثبتوا ان انتو كدابين اللي هو مين دلوقتي اللي كان ساعتها رئيس زعو تلفزيون الحاجة اسامة بن لادن هيكل عشان كده انا قلتلكو اسامة بن لادن هيكل لان ده ما يتنسيش والحاجة راشا مجدي اللي قصارت الشعب المسلم المصري للأسف عشان ينزل يا عين يا حرام لان اللعباط بيعتدوا على الجيش اتحكمت طلعت براءة زي الشهر من العجين لان الدم السايل قطي اخس 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 ما زلت طلقاء احرار والشيطان دايما حر بيتحرك في كل العالم زي ما هو عايز ده بالنسبة لشهداء ما سبيرو على فكرة الحاجة راشا لما راحت تغطي الرئيس السيسي لما راحت لأمم المتحدة للأسف 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 كمان مرة اقباط نيويورك كانوا بيتصرعوا على انهم يسجلوا معاها وانهم محدش منهم حتى قالها اخس عليك محدش شتمع حتى بل بالعكس كانوا بيتصرعوا عشان يعملوا معاها احاديث صحفية وكانوا بيتصرعوا على انهم يزهروا في التلفزيون معاها القاتلة طيب برضو ثلاث سنين على استشهاد ابونا سمعان شحاتة اللي طبعا الحمد لله بيثبت لنا ان المتخلفين عقليا عددهم بالملايين اللي طبعا كلنا فاكرين ان هو تم الاعتداء عليه واقتله من في الواحد قيله قبل ما اي حاجة تتقال انه مختل عقلي احنا بنفرح بهؤلاء الشهد انهم وصلوا للسماء قابلينا لكن بنحزن جدا على دمنا اللي سايل من شوية شاطين الازهر كانت غريبة قوي ان هو يستشهد بآية من الكتاب المقدس يا بصراحة حاج احمد الطيب انا فجئت في مجلة الازهر يستشهد اهل انا عامللكو عليها اصفر دي في النص دي مجلة الازهر الامام الاكبر يطالب كزا طبعا مصطلح الارهاب الاسلامي مش عاجبه طبعا في كلام المفروض مكران نسا نتكلم فيه الامام الاكبر يطالب بتجريم بتجريم مصطلح تجريم يا راجل او ما الاسمه الارهاب اسمه ايه وقلتلك مليون مرة هو من اللي بيقول الله هو اكبر قبل ما يفجر الحزام الناس او يرمو قنبلة او يعتدي بسطور في فرنسا مين بوزي ولا هندوسي ولا يهودي ولا المسيحي بيقول الله هو اكبر عايز تجرم المصطلح كمان ويستنكر محاولات البحث عن مكاسب سياسية طبعا هو بيقصد مكران بالافطراء حسبتلك النهاردة انه مش افطرة حسبتلك جدا يا حج يا طي يا اللي مش طي ادي الاية القرآنية سوري دي الاية من الكتاب المقدس اللي مش عارفة ازاي استاشت بي انا طبعا جبتها وقعت قريتها بس قريت الاسحاح كله عشان اقول هو شمعنا عايز الجزء ده بالذات كذلك ينسكب غضبي عليكم اذا ذهبتم الى مصر هو بيتكلم على اليهود هو بيتكلم على اليهود الكتاب المقدس لان ربنا كان قال طبعا الاسحاح ده يعني ربنا كان قال لشعب بني اسرائيل ادي ارضكم اللي هي والشليم ودي ارضكم ادخلوها ويعيشوا فيها وانا هحميكم يعني موضوع طويل مش هدخل فيه بالتفصيل لكن هم كانوا عايزين يروحوا مصر للامن والامان والاكل والشرب وكل حاجة جميلة في مصر فربنا قال لهم كذلك ينسكب غضبي عليكم لانكم هتسيبوا ارض الموعد اللي انا وعدت ابونا ابراهيم واسحاق ويعوب بيها اذا ذهبتم الى مصر في سفر ارمية اتنين واربعين تمنتاشر ماشي حاج طيب انت بتقصد على صائل اللي هم الصورة دي طبعا هو قايلها بمناسبة حربه اكتوبر الحج رمضان عبد المعيز الصورة بتاعته فيها بقى كلام كتير رمضان عبد المعيز بيقول من يسيق لمصر كل ده عشان 6 اكتوبر خدوا بالكم واهلها كأنما اساء الى النبي محمد يعني اللي يشتم مصر كأنه شتم النبي محمد طب ده انت عندك ملايين بيشتموا في مصر وعرفنا في الحلقة اللي فاتت ان اللي يشتم الله يستتاب تلاتيام ويعيش واللي يشتم الرسول يستتاب تلاتيام ويتقتل وقلتلك الحلقة اللي فاتت ان الرسول معناه كده في الكلام ده ان هو اعلى من الله بدليل ان انت بتعاقب اللي يشتم الرسول اعلى من اللي يشتم الله فتخيل بقى يا حج رمضان أنه عندك كام مليون أنت كده بتطالب بقتله أنه اللي يسيق للرسول أو يشتم الرسول يستتاب ويقتل فاللي يشتم مصر يبقى كأنه شتم الرسول وبالتالي العقابة التكملة يعني أنه يستتاب ويقتل يعني الحاجة آيات عرابي وغيرها وغيرها وجامعة الخوانة والسلفيين وكتير اللي قالوا طز في مصر الخوانة طز في مصر وأهل مصر ومش عارف إيه وبطوع تركيا اللي عاديين يغنوا يطبلوا هناك للأسف مازال اسمهم مصريين كل دول كأنهم أساؤل النبي كل دول المفوضية قتلوا حسب وجهة نظر ساعة يا حج رمضان طيب في فيديوها جميل قوي قوي وصلني وكالعادة عايزة بس أقول قبلها أولا بصوا التيشيرت اللي لابسينه حلو جدا إنهم يعملوا إنشاء الديني للعذرة مريم وبيقولوا يا قديسة يا عذرة وبيتشفعوا بيها حلو جدا ما تشفعوش بحد تاني تشفعوا بالعذرة مريم وبيطلبوا منها لربنا طب هي مين بالنسبة لربنا هي أم نبي بالنسبة لك هي أم نبي والأنبياء كلها في دينك الإسلامي أنت معترف بيها وإلا ما تبقاش مصر اشمعنا دي اللي حتتشفع عند ربنا وانت عارف وواثق إن شفعتها هتقبل من ربنا دي النقطة اللي ياريت كل مسلم عادي خالص يفكر فيها اشمعنا اشمعنا العذرة مريم عند ربنا شفعتها ما تستجاب هي أم أم نبي ليه مثلا أم موسى أم هارون أم داود أم سليمان كل دول أنبياء أم رسول أشرف الخلق بس هي للأسف ماتت مش مسلمة فبالتالي أنت ما تقدرش تتشفع بيها أمهات المؤمنين بلاش ما دي المفروض أن أنت تتشفع بيهم بس العذرة مريم دا ليه كلام تاني خالص عندك فكر فيه فكر فيه الأهم بقى الأخطاء اللي بيقولوها في وسط الكلام والدي بأمانة بتمنى كل مسلم عاقل يفكر فيها تفتكر ربنا ما يعرفش حاشا لله هل ربنا جاهل يعني العذرة مريم أمها اسمها حنة وأبوها اسمه يواقيم حنة ويواقيم لما أنت في النشيد هنا تقول يا بنت هارون أو يا أخت هارون يا عذرة يا مريم يا أم نبينا عيسى يا أخت هارون لا العذرة مريم مش أخت هارون خالص هي أخت هارون كان اسمها مريم برضو بس هي مش أم عيسى هي مش أم عيسى عندك أخت هارون مش أم عيسى انت بتغني او بتنشد للعضرة مريم هل الله عندك كان جاهل ما هوش عارف يفرق ما بين العضرة مريم ام السيد المسيح وما بين مريم اخت هارون ما هوش عارف يفرق ما بين الاثنين هل دي هي دي طيب دي قابلها ب640 سنة قبل ما ييجي الاسلام كان اسمها مريم بنت حنة وبنت وقيم تيجي انت بعد 640 سنة تقول لأ ده ما كانتش حنة ويواقيم يبقى لها الجاهل يبقى لها ما يعرفش مين العضرة مريم ما يعرفش مين ابوها ومها مريم اخت هارون مش هي ام العضمة مش هي العضمة شوفوا الانشاد الديني ده كان جميل بس الاخطاء اللي فيها للأسف انتو تستمدوا من عندكم وده للأسف ده نسمع الفيديو توسلنا بك يا قدس يا سيدة مريم يا أمنا من عيسى لله توسلنا بك يا قدس نظرى يا أم النور يا سيدة للحور أمشي لك المسفات أمشي لك المسفات وطوي جبل وفت يا سيدة مريم يا أمنا من عيسى لله توسلنا بك يا قدس امشي لك المسفات امشي لك المسفات يا ماريا من العذر يا حليم يا صبر يا ماريا من العذر يا حليم يا صبر الله يا راضي يا كملا يا راضي يا كملا يا نور من الحضر يا سيدة مريم الله الله يا أمنا من عيسى الله الله لله توسلنا بك يا قدس يا قلبي على الأعطاء الله الله لا دا وراء وداء الله الله لما تجلوا ظهر الله نورك من المحرار الله يا سيدة مريم الله الله يا أمنا من عيسى الله الله لله توسلنا بك يا قدس وحيدنا ست نسا مريم الله الله بها يزول الهم الله الله ست نسا مريم الله بينها يزول الهم الله لما تناديها لما تناديها كل القرح تتلن يا سيدة مريم يا أمي نبي عيسى من لا توسلنا بك يا قدسان تريد بني آدم يا رحمة للعالم يا زهر من زهران يا سورة من فاطمين يا سيدة مريم يا أمي نبي عيسى من لا توسلنا بك يا قدسان اللي نسوا فضلي اللي نسوا فضلي اللي نسوا فضلي ما يعرفش قدر يا دي الآية تشهد لي دي الآية تشهد لي كوي سورة من اسمي يا سيدة ملي يا أم نبي نعيسى الله الله إلا توسلنا بك يا قديسة الحب أصله جمال ما يتسواش بالمال الحب أصله جمال ما يتسواش بالمال يجلين عقول والألوان ويضير الأحوان الله يا سيدة ملي الله الله يا أم نبي نعيسى الله الله لله توسلنا بك يا قديسة يا سيدة ملي الله الله يا أم نبي نعيسى الله الله لله توسلنا بك يا قديسة أجمل حاجة يا أم النور يا أم النور يا قديسة لله توسلنا مش عيد الكلام تاني فكروا فكر يا مسلم يا عائل يا عادي يا غير متعصب مين العذرة مريم ومين وليه سميه بالنور يا أم النور ليه سير المسيحي اسمه النور فكروا مش أقول أكتر من كده عندي كلام كتير جدا عن الموضوع ده طيب طبعا مريم ما هياش بنت عمران وما هياش أخت هارون وما هياش أخت موس العذرة مريم تعالوا ندخل في الموضوع ده أنا يمكن قلت لحضراتكم قبل كده أنا لما بلاقي حاجة غلط في حكاية البنات اللي بتخرج بتكلم يعني مش كل حالة يعني في حالات هي حر هي اختارت طريقة بالسلامة يا ماما مع ألف سلامة بس اللي بيحزني بس اللي بيحزني إنها بيقولولك أو هي بتطلع بتقول إن أنا اقتنعت بالإسلام إن أنا اهتدأت إلى الإسلام وهي بيكون الهدف الرئيسي جنسي جنسي ما تعرفيش حاجة عن الإسلام ما تعرفيش حاجة عن الإسلام مطلقاً مريم سوري مجدا منصور إبراهيم نشوف سورتها الأول وأكيد حضراتكم كلكم عرفتوا اللي فيها هذه البراءة أنا شايفها إنها بالرغم إن عندها هي على فكة ما كملتش العشرين لأن هي تاريخ ميلادها شهر عشر يوم اتنين وعشرين أنا كتبة في الورقة التانية في الورقة اللي فيها الأرقام عندكم كتبة تاريخ ميلادها ما كملتش عشرين سنة يعني تسعتاشر سنة وكسور عشان كده أنا شايفها طفلها عشرة اتناشر الفين يعني موليد يوم عشرة شهر اتناشر ديسمبر سنة الفين شكرا جداً مين اوكي عايزة بس أقول بعد إذنك يا أستاذ يوسف معانا أخوها أستاذ يوسف أخو مجدى مجدى منصور إبراهيم وحنتكلم معها ومع والدها ومع ماميتها ونشوف التطورات الحاصلة الأهم أنا طبعاً الفيديو معايا الجواب معايا اللي هي كتبة اللي بتقول إنها كتبة وسايباه في بعض النقط كده صغيرة قبل ما الحوار ياخدنا معهم هي بتقول في الفيديو إن أنا سحبت الفلوس اللي بإسمي وجزء صغير تاني يعني هل أنت في استطاعتك تاخدي مثلاً لو والدك ليه حساب في البنك تقدري تاخدي حساب منه ولدتك أخوك أي حد أنت سحبت الفلوس اللي بإسمي هي بتقول كده إنها راحت البنك قبل ما تمشي والأهم والأهم إنها بتقول إنها مسلمة أو أسلمت من ست سنين في الفيديو بتقول الكلام ده من ست سنين هي دلوقتي ما كملتش العشرية تسعتاشر سنة وشوي يعني كان عندها تلاتاشر سنة أسلمت إزاي من ست سنين إزاي واحدة عندها تلاتاشر سنة هتقدر تسلم أسلمت بالبق قلت أنا باية مسلمة عرفت الشخص اللي أنت تجوزتين اللي بتقولي في الفيديو إن أنا تجوزته من ست سنين وعايشة مع والدك وإنت طبعاً مدام أسلمت من ست سنين يبقى تجوزتين من ست سنين لأن هي فيه فيديو هين فيديو بتقول إنها هات تجوز وفيديو بتقول أنا تجوزت اتجوزت ومبسوطة ومش عافية طيب هاتجوز أدي كتبة اتجوزت كتبة يا دي واحدة منهم كتب واحدة منهم كتب شايفين الوش هنا والوش هنا أنا طبعاً ما بشككش في الوش الزي رانية لا 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 رانية أنا كنت ببصم بالعاشة إنها مش هي اللي في الصورة اللي في الفيديو لكن هنا نور المسيحي اللي على الشمال باين على وشها مكتسمة بتتحك جميلة وشها منور فيها ابتسامة فيها كل حاجة الناحية التانية بقت كآبة غم انطفى النور بقت شكلها مريب حتى ففي الحالتين ده الفرق بين السورتين ده ما يهمنيش إن شاء الله يركبوا لك قرونه وتبقى شطان ما ليش دعوه ما يهمنيش اخترت طريقك أنت خرة برضه معين معين أنا سألت محامين إن المفروض هي بتطلع البطاعة اللي عندها 18 سنة بتبقى بالغة 18 سنة لكن ليس لها الحق فإنها تغير دينها قبل الواحد وعشرين برضو من ضمن الحاجات قاطة الله تبقى لكن ليس لك الحق إن انت تسحب فلوس من البنك فرص إزاي سحبت فلوس من البنك زي ما انت بتقولي في الفيديو إزاي مضيتي على إشهار إسلامك وانت لسه ما كملتيش حتى العشرين إزاي كل ده الأهم انت خرجتي بالسلامة الدولة خايفة من إيه أبوها وأخوها وعيلتها كلها يشوفوها وبعد كده انت خرة اعمل لي انت عايزاه اعمل لي انت لاتيني فوق دماغك الطين حتحطيه فوق دماغك دي مش مشكلتنا بس من حقهم هما ما جابوش كيس مطاطس في البيت وبعد كده رموه في الزبالة لا دي بني أدمى عايشة معاهم أكلة شربة حتى من جسدهم حتى من جسدهم تسعة عشر سنة تسعة عشر سنة كل يوم بتكبر قدامهم كل يوم بتبقى أحسن وأحسن بيه ربه يعلمه ويكبره ويشغله ويطيح وتيجي ويوديه لدكتوره ويعالجوها يعني تسعة عشر سنة هي حتة منهم فكأة كده تقول لأ مش هخليك تشوفها اللي هو الأمن يعني لأنها خلاص أسلامت ما مع السلامة بس أشوفها أتأكد أتطمن إنها بخير نسمع أخوها الأول ووالدها أستاذ يوسف أهلا وسهلا بحادتك أهلا وسهلا بك يا سيد أشكرك جدا إن حادتك وفقت إن أنت تطلع معانا على الهوى وطبعا قبل أي أسئلة عايزين نعرف تطورات اللي حصلت من بعد ما مع الأمن طبعا من بعد ما الفيديوهات دي ظهرت نعرف الأمن حصل مع إيه فيه تطورات ما فيش تطورات إيه أخر أخبار تفضل أولا أنا معالية شرف فأنا أتكلم أشكرك جدا ربنا يخليك تفضل تفضلش يا فن لغاية دلواتي ما فيش أي يجيب ما فيش تطوراته مثلا لغاية دلواتي ما فيش تطوراته أوكي فيه محضر مش كده تعمل أه فيه محضر تعمل في البلد عندنا المحضر تطوراته إيه اللي حصل فيه نعم يا فنسي تطورات المحضر خرج من الإسم راح لنيابة أنها تحقق معاكم ولا لسه مازال في الإسم آه رحبا من النيابة وأستاذ وأبويا من المبالي كويس جدا فيه أرقام تليفوناتها اللي تقفلت أنا سمعت طبعا الفيديو بتاع والدك وحاكي كل حاجة بالتفصيل بس إحنا دلوقتي بحاول معلش أوضح لأستاذ المشاهدين النقط اللي والدك مثلا كان مفروض يعرفها للناس عشان خاطر الناس اللي مش عارفة أو اللي عندها أسئلة إحنا بنسألها لي آه المفروض أنها عندها رقمين والمفروض أن الرقمين دول تكتبوا في المحضر أو أي عدد من الأرقام رقمين ثلاثة زي ما هي عندها واحد مش مشكلة بس تكتب في المحضر من شغلة النيابة اللي حضرتك رحت ووالدك راح للنيابة أن النيابة تجيب سجل التليفونين دول أو خط سير التليفونين هي راحت فين جت منين اتفتح إمتى آخر مكالمة قابل آخر مكالمة كلمت مين وهكذا هل ده حصل ولا ما حصلش يا فنزم عليك زي ما قلت المفروض ده شغل النيابة أيوة أنا مبارح رحت كشيوط بالمضاحة الجنعية إذا بتعطي الإنترنت رحت من الساعة 9 لغاية الساعة 9 بالليل على أمول إنهم بيبوري آخر الأرقام اللي كلمتها أو أي الصفحات اللي نأثرت الفيديوهات دي أو مين اللي توحدها آآ ممكن يكون في دليل برضو وممكن يكون في كاب برضو باللق من الساعة 9 على غاية الساعة حلول يا فنزم عالشان يقول لي خلص كده في المهضر على كده قلت لي يا فنزم أنا متبعي عشان تقول لي خلص كده في المهضر على كده أنا متبعي عشان تقول لي آخر الأرقام اللي كلمتهم آآ تتنين تترضى على الرقم آآ الصفحات اللي نزيلة في ديها دي بناء على إيه آآ قليني للأدمة دا صفحات دي وأكيد برضو زي فتلها بالشبهات اللي عمناها تنزل إنها أول صفحة طيقة الصدق البداري أول صفحة من الزيقات دي إسمعها إيه؟ صفحة إيه؟ ممكن لكل أد من دي صدق البداري معلش أول كلمة؟ صدق البداري صدق صدق معلش ما اسمعتها صدق البداري صدق البداري عايز أقول لي سادة المشاهدين إن هم من البداري محافظة أسيوت فعشان كده الصفحة اسمعها صدق البداري حبيت أعرف حضراتكم يمكن أستاذ المشاهدين ما يكونوش عارفين هو من محافظة إيه؟ طيب صدق البداري دي هي اللي نزلت الفيديوهات مش كده؟ الفيديوهات دي تمام الفيديوهات دي ما بحس الإنترنت قالت لك إيه عنها؟ قلت له مع الفيديوهات دي وقلت له مع الصفحات اللي نشرها وفي صفحة تاني نشرها وطبعاً بس فيها أول صفحة هي صدق البداري بعد كده الصفحات بيينشروها يعني اللي بعدين يعني إذا عرفوا صدق البداري دي هي اللي منزلها الفيديوهات بس ما قالوا لكش مين الأدمن بتاع الفي الصفحة لأ ما قال ليش فهم عرفت أي حاجة عن التليفونات كمان؟ لأ أي حاجة بقى دلوقتي ما عرفتش أليه إذن اللي أنا عايزة أوصله إذن وإنا يمكن لما اتصلت بيكم أنا بقولك تاني وبقول قدام السادة المشاهدين ده اسلوب الشرطة إنهم يحاولوا يثبتو لك إن إحنا معاك وحنجيبها لك وما تخافش وما تقلقش وإحنا مشيه في كل الإجراءات وحنبحث عنها وإيعملوا لك زي ما بنقول البحر يضحينا لغاية ما يتم المراد منهم وبعد كده سوري يعني يقول لك اقبل دماغك في الحين ده كل اللي هم بيعملوه في كل الحالات اللي قبل كده فعشان كده هو فضل يهديكم في الاول لغاية ما تظهر الفيديوهات دي وغالبا الفيديوهات بتبقى معمولة من قبل او من يوم ما مشيت لكن لا يتم العرض الا بعد ما يعدي يومين 3 على المحضر لان انت مش المفروض ان انت تعمل محضر الا بعد 48 ساعة اعتقد او 24 ساعة حاجة كده تكون هي خلاص ظهري طيب المفروض دلوقتي يعني مباحث الانترنت مالخلاكش حاجة عن الصفحة مباحث التليفونات مالخلاكش حاجة عن تليفونات صح لهذا ولا ذاك فيه اي اي حد انت ممكن تقول ان هي مشيت معاها عشان كده اللي هي بتقول ان انا تجوزت من ده اه اه اي جاوب بحنان تدي ايوه اه انه هو باين انه مخصوصت مخصوص عليها يا فنجن اتى هي بتقول انا اه راح اتدوض وبعد كده انا اتدوض مخصوصة معظوض ايوه انا اتدوض انا راح اتدوض وبعد كده انا اتدوض ومخصوصة معظوض تيجي ازاي بان عقا انا مخصوصة ومخصوصة ما انا قلت لحضرتك ان هو او يمكن قبل ما تبقى معنا على الهوة اه ان هي قالت في فيديو ان انا حد جوز والتاني قالت انا اتجوزت انا بس قال حضرتك السؤال هل متخيل ولو شك واحد في المية مين هي اللي اتجوزته عندك فكرة حد من صحابها حد من زميلها اي حد اخوها ابن عمها مش عارف ايه حد من زميلها يعني اخو صحبتها لا 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 حالس لا مش شك مش قصدي شك انا قصدي مثلا انا عندي واحدة صحبتي اسمها فاطمة فانا متخيل ان ممكن يكون اخو فاطمة ده هو اللي اتجوزها هو ابن عمها اللي اتجوزها وهكذا عندك شك في مين حد معين وكل شيء جيد برضو احنا يعني يعني اما خدهم مفترانين طبعا فوا رصة من فوق واشحابها كلهم برضو مفترانين مش لش منهم اي حاجة واش في خطر الكاتب دي وخواتها حتى يعني ما نبينيش اي حاجة واش وكلهم متعاونين يعني ما انا خدتها مش شك اتحد ومعرفش هما لين بص ولا طبعا اغلبية طبعا السؤال معلش انا حاسأل اسئلة سامحني عليها هي انا عارفة طبعا زي ما والدك قال في الفيديو ان هي كانت بتشتغل في الصيدلية وقال لي الكلام ده ان هي كانت بتشتغل في الصيدلية ليها حساب في البنك مش مهم المبلغ بس هي بتقول انا سحبت الفلوس بتاعتي اللي باسمي من البنك وجزء تاني صغير جزء تاني صغير هل فعلا حضرتك اوح تعملت بصيت على حسابها في البنك لقيتها مثلا كان فيه 100 جنيه خدتهم كلهم وخدت مثلا من حسابها كانت 10 جنيه انا بتكلم مثل كله مثل اخدت فعلا حسابها كله على الكامل واخدت من حساب حد تاني فلوس زي ما هي عيلة في الفيديو اه فضرتك اه هو مهمتها نفس اليوم اه قلت لها اه اتقابي مبلغ اه ادواني الدنيا مطاريخ الكلية اه علشان بس اه الحاجات المشتريها او الحاجات اللي تابعها الكلية اللي هي الحاجات البطريقة دي اه واللبس بس هو ده المبلغ اللي هي بتقول عليه مبلغ رباسيسي في جانب المبلغ اللي أنا في القطر يعني فعلا سحبت فلوسها واخذت 400 جنيه من حساب ماميتها اه اه يعني هي اللي بتقول امنا تنجم الحاجات بتاع ماميتها اه اه نتقولها وعملها باسم ماميتها اللي محولها باسم مجدة اه عاملها باسم اه جواب في البيت هي كتباة وبتقول ان انا عمشي زي ما هي كتبة الفيديو ده ممشور اه مبارح تماما لا الجواب مش الفيديو ماشي ما هو الدواء اه ممشور باسم مبارح اه انا مبارح كنت اه في السيوط انا وعمي طيب لما تقولك اه من بحث الدينيه تعتقد انت المس ايوا ووضويا كان اه كان بره برضو اه وكان فيه واحدة جيراننا فانجن في الشارع اه لدواه باول ما نجد الفيديو ايوا اه استمعت الفيديو وجيتت عو طول البيت عندنا وبصت في المكان اللي هي قلت فيه بالظبط اللي هو فوق السريب بتاعها اه عند عدد في التليفونات وجرامنا جيتت وفتشت مستبكش خد اللي هو مفتشت فيها اه فوق السريب بتاعها مش في المكان ده بس اه كل السيجهات في السريب يعني وما لقيتش اي ورقة ولا اي جواب ولا اي حاجة يعني هي في الكلام بقى كده يبقى هي بتجدب انها هي ما سبتلكوش لورق ولا قلت ان انا ماشية ولا قلت هتوحشون يا ماما زي ما مكتوب في الجواب ولا اي حاجة ده بيبقى على انه مخصوب عليها يا فاني حنخلي مخصوب عليها حنخلي مخصوب عليها ده الاحتمال الاخير لكن انا بتكلم على انها بتجدب انا بركز على انها بتجدب ومدام بتجدب يبقى هي مجبارة انها تقول كده ده اللي انا عايز اوصله لحضرتك تماما لان مفيش حاجة يعني تجبرها انها تجدب لو انا ماشي بمزاجي حاجة بليه حقول لكم ان انا سايبالكو ورقة وحطها لكم في البيت ومفيش اصلا ورقة يبقى مدام في لغز الكتب وفي نقطة الكتب يبقى هي بتجدب نعم احب بوضع حاجة انا تفضل هي لو كانت راحة بمزاجها زي مثلا ما في ناس بتقول وبرضاها هي لو ماشي بروضاها ثاليا الدواب ده مثلا بتكيبو انها تتشاف انها نقدر مثلا انتشوفها مكان معين مثلا في البيت مثلا بالوقت بروض حاجة في الورقة دي مكان يتشاف يعني مش مكان مين عدوة هناك يعني بالزبط اللي ليس كنت هقوله يعني لو هي بتقول زي ما حادتك قلت ان في واحدة من الجيران وجات قاعدة تدوارة والكلام ده كله لو هي عايزة تعرفكم انها مشيت هتحطه على طرابيس الصفرة على كرسي على اي حاجة حد رايح جاي حيبقى فشه ياخد الورقة يعرف انها مش راجعة تاني لكن مخفهاش في حتة وهم عاملين دهور عليها في الاسام وفي البوليس وفي المستشفيات ومش عارف ايه وهم مش عارفين اصلا ان انا راجع على مش راجع لكن انا لو عايزة ابلغهم ان انا مش راجع هحط لهم الورقة اللي هي بتقول عليها الجواب ده في حتة ظاهرة للكل على التلاجة مثلا بحيث ان الكل حيشوف دي فخلاص ما يعدوش يدوره في المستشفيات وفي الاسام وفي حتة خلاص احنا عارفنا انها مش في مستشفى ان ما حصل لهاش حدثة انها مش عيانة وهكذا عارفنا انها مش لكن حتة انها تجدب كمان مرة ان انا سبتلكوا جواب وكمان مخفي في حتة وهو اصلا مش موجود في لغز في الموضوع انا عايز اسمع اصد اتفضل بالنسبة برضه للناس اللي بتكدبنا احنا برضو ناس ثانية بتقول انت مقببيني الجواب وانتوا جيتوا الجواب وخبتوه اه انا امني في الوقت التلاشرة فيه فيديو كانت في البيت ومعامة مضايلة عادة بجرائي اتفضل انت مضايلات التصش وما تتاركش تتاهدة من الانتنين مين اللي بيقول لكم استأذنك يا سيد يوسف مين اللي قلقوا ان انتوا لقيتوا جواب ومخبين مين اللي عندوا الفكرة ده اه فيناك بتترجي معينا على الانتنينت تتقل انتوا ايتل جواب وخبتوه كده اه بجرائي ان اتنزل عندها استعباد اه انها برضوش نزل لهم فيديو تقول انا اول واحدة نجيل اتنزل بلاد بتاعها اللي هو عند السرير وما لقيتش اي جواب الحاجة هي عندها السرير ماشي نساف يعني هي شافت الفيديو قبل ما انتم متشوفوه قبل ما تعرفوا انه فيه جواب حضرتك انا عندي امركب راوطر في البيت ما عنديش انتنينت تريدي في النزاية انا لما كنت انا وعملي في النزاية انا ما كانش عندي انتنينت وما شفتش الفيديو خاصة انا اه لا اما انا عايز او اعز اوصل لحضتك او للناس اللي بتقولك كده ان انتو اصلا ما كنتش تعرفوا ان فيه جواب وان الشخصية اللي عرفت عن طريق الفيديو ده كان قبل ما انتو تعرفوا صح ايه بس هي دي النقطة اللي انا عايزة كده اه اعتقد ان انتو مليون في المية في لغز واللغز هيتكشف باذن ربنا بس اللي ادينه اللي اركز عليه جدا هو موقف الشرطة اللي احنا تعودنا عليه للأسف ان البنت ساعات في بعض الاحيان بتبع عندهم في جوه الاسم جوه الاسم قعدة جوه الاسم ويقول لك احنا بندور عليه وانا عرضت فيديو لأحد الاساقفة قال الكلام ده ان هي كانت عندهم تلات ايام جوه الاسم وهم بيقنعوكو ان هم عمالين يدوروا عليها وفي الاخر طلعت عندهم جوه الاسم اه في محامي ماشي معاكو يا استاذ يوسف ولا مفيش حد لغاية دلوقتي يا فندم مفيش مفيش اي محامي بزن ربنا يعني من بكرة هنجد محامي ونخليه مفيش اللي بي يأخذ لها وهو يعني ده يتبع اصطر هنجد لي فكرة لها ربنا يكون معاكم ويسندكم ويقف معاكم شيء صعب جدا جدا للناس اللي ما عندهاش دم وماشي بتشعر وإحساسها ميت لانهم مش هيشعروا بألم الأم والأب والأخ باختفاء بنتهم فجأة كده فجأة يعني كانت في البيت دلوقتي ونزلت تجيب حاجة وفجأة ما شفناش يعني شيء صعب جدا هو الاختفاء المفاجئ ده لأي شخص من أفراد الأسرة اسمح لي نسمع صوت والدك بعد إذنك أو صوت والدتك سلام ونعمة يا أمي سلام ونعمة ليك سلام ونعمة ليك سلام ونعمة ليك مجرد حكايات إنها بتحكي لك من غير ما تفطفض يعني بس بتحكي لك صاحبتي دي مش عارفة بروح عن ده أي حاجة خاصة بصديقة ليه لا صوت حضرتك واطي أنا مش سامعنا أسر صوتك صوتك أصحابها عن نت بس يعني ما فيش حد في الجيران ولا في الشغل لا أصحابها عن نت بس يعني ما فيش حد في الجيران ولا في الشغل اللي هي في الصيدور اللي كانت شغالها فيه الشغل ما فهوش برده أصعب مكنش عرض جيزون اللي بي أخبر العلاق أنا مش سامع الصوت طيب معلش أصلا أنا مش سامع صوت حضرتك كويس وعشان كده أكيد السادة المشاهدين مش سامعين الصوت مش عارفة إذا كنتوا سامعين الصوت كويس ولا طيب هنحاول نتصل بحضرتك تاني عشان نفهم منك أكثر التفاصيل آه يا بو يا اللي في السماء حضرتكم سمعتم تعال نشوف الفيديو بتاعها طبعا هي لها فيديوهين أو أكتر لكن أنا معي واحد نسمع ونشوف الأخطاء اللي فيها اللي هي بتقول اللي هي بتتكلم وخاصة حكاية إنها أسلمت من ست سنين دي نسمع الفيديو بسم الله الرحمن الرحيم أنا مجدها من صور الرحيم الحكيم والإطلقت كلها تقولها إن أنا مخطوفة متغيبة ولا مخطوفة ولا متغيبة ولا أي حاجة من ذي خالص أنا سايبة بيت أهلي بإرادتي آآ بدون غصب ولا أي حاجة أنا دخلت الإسلام من ست سنين أنا كنت عايشة طبيعي مع أهلي وما كانش في أي حاجة لغاية ما جيه الوقت المناسب اللي أنا أخذ فيه خطوة لأقدام آآ الخطوة دي إن أنا ممشيت بس قبل ما ممشي رحت البنك سحبت الفلوس اللي بقسمي بالفوائد بتاعتها بجانب مبلغ صغير وباقي الفلوس حولته على حساب والدتي آآ وكتبت جواب قلت لهم فيه إن أنا ماشية وإن أنا هتجاوز وما تدوروش عليا وإني ماشية بمزاجي بدون غصب وإني محدش متدخل في الموضوع لمن بوا البلد ولا من برا ولا من قريب ولا من بعيد يا جماعة أنا ماشية بإرادتي وما فيش غصب تاني لتاني مرة بقول مفيش غصب وأنا همتجوزها وعايشها مبسوطة مع جوزي والحمد الله على اللي أنا في دلوقتي الحمد الله يا حبيبتي علنتي في دلوقتي ألف ألف الحمد وشكر إن إنتي ولا بلاش عشان مومة معانا على الهوى سلام ونعمة مرة تانية أمي سلام ونعمة معلش لحضرتك السؤال اللي أنا سألتولك يمكن ما كانش واصلني أو ما سمعتش لإني كان الصوت وحش هي ما حكتلكيش أي أسرار عن صديقة ليها مسلمة؟ هي مش أسرار هي زي ما تقولي أصحاب كده بترفت دوقها فهي هي تزوجت أصحاب كده ممسوط يعني دلوقت التعامل بكتلكون مش مش تطرف عندها أه لكن صديقتها دي اللي اتجوزت عندها أخوات صبيان صبيان يعتبر مش صديقة أصلي دي يعني صحبة عندها تلاتين سنة صحبة وأنا تقولي إمامتها منوتها كده كان التعبان فكان ممسوط جديد حب فاستحبت عليها جوي يعني وهي أصلا تحب الخلدة يعني أصلي هي يعني أنا عايز أقول للسادة المشاهدين هي مش هتحب وتتجوز فجأة هي بتقول إن أنا اتجوزت ومبسوطة وي ووي وهي مبارح كاتبت أبوها فهي من مبارح للنهاردة فجأة كده هبط عليها ملك من السماء وقال لا أنا عايز أتجوزك لا طبعا هو أكيد فيه لو هي ماشية بإرادتها أنا بقول لو هي ماشية بإرادتها يبقى فيه حد أخر لو هي مش بإرادتها يبقى هي مجبرة على الكلام اللي هي بتقوله ده وأجبرت على الزواج بأي طريقة من الطرق اللي إحنا عارفين اللي إحنا عارفين بس عشان والدتها موجودة مش نتكلم في الموضوع طيب أنا عارفة يا أمي أنا عايزك توجيه رسالة لمجدة وتقول لها أي رسالة وأكيد هذه الرسالة بإذن ربنا حتوصلها تفضل أقول لها تعالي لأمك وبك يا حبيبتي وفتك الصغير أبتك الصغير بتفكي عليك وتقول لها أنا عايزة مجدة وباباها وباباها تعب النهار ده وحطوا لكتورين في المستشفة وعملوا له إشاعة سامع يا مجدة والدك تعبان يا مجدة سامعك والدها تعبان خالق يا دكتورة في المستشفة وصورة مش باعات خالة وخالها خالها يا دكتورة ده خالها خطه منه وخالها بيموت خالق لا قدر يشتغل ولا قدر ياكب ولا قدر يشرب وخالها شوفو هي بسبك كل الفلوس اللي اللي بنقول لك عليها ديكتبان خالها هو اللي بعيد مش أبوها أبوها بيشتغل باليومية بيشتغل يومية وعشر ألا يعني ممكن بيشتغل شغال يومية في الشهر المساة موضف لمساة كورونا دي ووضف الحال من شهر ثلاثة ما دخلت عليه يومية يجبك فيه نوسم الأيام دي اسمع نوسم رمان عندنا يجبك هاشتغل فيه وحصل اللي حصل ووضف عدم شغل وقعد في البيت كل الظلوس دي اللي بتقول لك عليها خالها هو اللي بقتهار من البلاء ربنا يا مجيد بيبوت عليها بعد الشغال التلفون التلفون اللي بتباده تلفون الحديث بيقول لها خالها بب خالها بيموت عليها أمامها بيحبوها موت عمها عمها سكن في القاهرة من يوم ما تغيبته هو جهه مرته وعياله وبعد عندناها من يوم من يوم تغيرت فيه من هو اليوم جه فيه ما مشاش من عندنا دلوقت وصايد مرته وعياله في مارس وعياله بتجرى في مدارس خاصة وعياله صغيرة يعني والواحد يعني صايد شغله وصايد حاله والعيال اللي انت عايزة مصاريف ومدارس خاصة ربنا يكون فعونكم قبل كل ده قبل كل ده يا أمي ربنا يكون فعونكم ويسندكم قبل المدارس وقبل أي حاجة أولا وأخيرا ده صرخة للدولة الواحد لو اشترى أنا أسفى بطاية فرخة من حق إنها تبقى قدام عينه وشايفها فما بالدي حتة منه من حق الأب والأم لو انتوا واسقين إنها مش مجبرة على الإسلام وإنها ماشية بإرادتها وإنها وإنها بس طبعا بلاش التلقين اللي احنا عارفينه بلاش التلقين اللي احنا عارفينه اللي انتوا بتقولوا لها قولي كذا ومتقوليش كذا قدام أبوكي أمي بس لو عندكم الشجاعة بأمانة ربنا لو عندكم الشجاعة خلوها تيجي وتقابل أهلها إنتوا خايفين ليه؟ خايفين تظهروها ليه؟ وتقولوا لهم إيه؟ بنتكم إيه؟ اسألوها إنت ماشية بمزاجي كلها إيه اللي هيجرم؟ معنى إخفاءكوا ليها ومعنى عدم موافقتكم إن هي تشوف أبوها ومها أو هم يشوفوها معنى إن انتوا خايفين إنها تقول أي حاجة يبان من كلامها إنها مجبرة ما هيش خرجة بإرادتها لكن إخفاءها معناها إن أنتوا بتأكدوا إنها مش خرجة بمزاجها ولا بإرادتها أتمنى الرسالة تكون وصلت وتكونوا فهمتوا إن أنتوا كده اللي بتأسلموها مش هي اللي عايزة تسلم إنتوا كده اللي جوزتوها مش هي اللي عايزة تتجوز أشكرك جدا يا أمي وبإذن ربنا حنتابع معاك وإن شاء الله المرة الجاية نسمع خبر جميل بعودة مجدة إليكم وربنا يرجحها الحضنك والحضن وسيتها كلها وخالها وعمها شكري جدا ممكن أقول لحضرتك هذا كبير كانت تشترك لبس ليه عشان تروح الكلية كانت تشترك ليه اللبس أرد وأقول لك هما بيقولوا إيه اشترك أقول لك لا تحبي أردا أنا أقول لك هما بيقولوا إيه لو هي نوية تمشي وعايزة تمشي كانت اشتريت ليه لبس عشان تروح به الكلية واللبس لدي الوقت يعني دايبينه بالجسد يعني المحل اللي شارين منه اقولك يا امي هما هي ليه اشتريت الهدوم اقولك ليه هي اشتريت الهدوم اشتريت لبس يعني اخر الشتر اللي عادة ده ما انا بقولك اقولك ليه حبيبتي اقولك ليه هي اشتريت الهدوم عشان الجامعة ايوه هي اشتريت عشان نو هي اشتريت عشان خاطر تعمل حركة تمويه يعني ما تبينش انها مشية هما بيقولوا كده مش انت مش انا ولا انت هما بيقنعوها بكده اشتري هدوم خليكي في البيت عادية خالص اعملي مش عارفة ايه روح الكوفير روح الكنيسة روحي روحي عشان ما تبينيش ان انت بعد اسبوع مشي فهم اللي بيقنعوها لو هي فعلا على علاقة بحد هما بيخلوها بيخططولها تعمل ايه عشان ما يبينش انها بعد اسبوع مشي فهمتي اشكرك جدا يا امي واتمنى باذن ربنا ناخد الخبر المفرح بعودة مجدة اليكم كان نفسي اقولكو حاجات كتير قويه بس لا نكمل معلش بعد اذنكو عشان في حاجتين انا اسفل اللي على التليفون حاجات مهمة فسامحوني معلش سامحوني تعالوا وريكو بس انتو بتفرحوا بوحدة يا حاج عمر واشكرك واشكر الحاجة عبد العالي وعلى فكهة المسليين انا عرضت الحلقة اللي فاتت الحاجة اللي من المغرب هي اللي بتجوز المسليين فمش ال مش احنا مش احنا الكويتة كان فيها فرح كامل للمسليين واللي في الكويت ما هماش مسحين ولا يهود ولا بوزيين كانوا مسلمين فالمسلية ما هياش في دين معين بعينه هي موجودة في المجتمع الاسلامي اكتر من الغرب وعلى فكرة في احاديث عندكم في المسليين كتير فبلاش نكتب او نكشف المسطور دلوقتي لان انا مش فاضية لللي انت بتقول ده تعالوا نشوف امنا نصير انتو فرحانين بوحدة زي مجدة وغيرها وغيرها امنا نصير بتقول لكم ده اللي انا قلتلكم فكين لما بقول لكم ان الازهر انشأ قسم خاص داخل الازهر اسم مرصد للرد على الملحدين اهو اربعة من دي عمنا نصير استاذة العقيدة بجمعة الازهر مش جمعة القرى ولا جمعة عين شمس بجمعة الازهر يعني المعلومة دي عندها بالتأكيد بالتأكيد هي ما بتقلفش وما بتجيبش كلام من عندها هي بتجيب الكلمة دي من داخل الازهر اربعة ملايين مرتد عن الاسلام في مصر فانتو لو بتاخدوا واحدة بتاخدوا اتنين بتاخدوا عشرة الناس وانا عرضتلكم قبل كده في نيجيريا ووريتكو في نيجيريا الراجل اللي فكر وشاف البلاوة اللي انتو بتعملوها دي خليته يفكر وترك الاسلام وقال حد اهو امنا نصير بتقول لكم انتو بتفرحوا بواحدة افرحوا زي ما انتو عايزين امنا نصير عن الملحدين اربعة ملايين مرتد عن الاسلام في مصر اربعة ملايين مرتد عن الاسلام على فكرة بون مناسبة بحكاية اربعة ملايين دي عندوكو احصائية لكل واحد بقى اللي بانا اللي بقوكو احنا مليار وخمسمائة مليون ده احنا قرب اتنين مليار عندوكو احصائية بتقول ان انتو العدد ده الاربعة ملايين اللي في مصر اللي ألحدوا دول برضو في البيانات الاحصائية عن الاسلام اللي بتتشدقوا بيها ان احنا في مصر تسعين مليون مسلم يا طرح حتقولوا ان احنا مثلا مثلا طبعا ده مش حقيق احنا خمسة عشرين مسحين خمسة عشرين ووقت يعني هاخد الكتب بتاعكم انتو بتقولوا تسعين واحنا مثلا عشر فهم مثلا هتقولوا بعد شوية ان احنا ستة وتمانين مليون ولا برضو هيفضلوا تسعين وحيبقوا خمسة وتسعين كمان هي بتقول اربعة مليون ترك الاسلام الاربعة دول في وسط احصائياتكم ولا مش محسوبين نشوف بيت الجملة اللي هي اي لها في الاخر بتاعت بعد اذنك قالت الدكتورة امنة نصير المفكرة واستاذة الفلسفة الاسلامية والعقيدة بجمعة الازهر الشريف انه اذا زاد التشدد هرب الانسان الى الالحاد لما التشدد بيزيد هو بقى بيشوف البلاوي اللي في التشدد فبيترك الاه الاسلام ويلحد ان اكثر انا حطى تحتها خطة خينة اوه اكثر من اربعة ملايين مرتد عن الاسلام اكثر مش هربعة بس اللي بعده ده خلاص امنا نصير حجري بسرعة بعد اذنك سيبك من الحج عبد الرحيم وسيبك من كل دول جمع بتاعت قضية فرمونت مهمة وفرنسا مهمة خلينا في فرمونت بسرعة فيه طبعا يمكن حضراتكم كلكم عارفين ان كان فيه بنت تم اغتصابها في فندق اسمه فرمونت في مصر سبعة من الشباب خدروها اغتصبوها طبعا خدروها ما تنسوش كلمة تخدروها دي وبعد ما اغتصبوها كتبوا كل واحد منهم اول حرف من اسمه على جسدها الله عليكم يا ايه ده ايه ايه الجمال ده ايه رأيك يا حج عمر ايه رأيك انت والحج عبد العالم اغتصابه اغتصاب دول بوزيينة مش كده المهمة وهربوا بعدها بكم يوم هربوا الى لبنان وطفشوا من مصر وللأسف الشديد من كبار كبار القول رجال اعمال ورياضين ومش عارفة مين المهمة برضو عشان ما اطولش اتقبض على التلاتة اللي حضرتكم شفتوا دول الانتر بول جابهم من لبنان وسلمهم لمصر والحج ابن حلمي طولان ده كان بيبكي طول بكاء في الطائرة انهيار ابن حلمي طولان ده على فكرة رجل رياضة مش هدخل برضو في التفاصيل بعد ضبطو واترحلو الاتنين العليمين والشمال ده الاخوات كانوا من ضمن الحلوين السبعة الاهم بقى مش ده اللي يهمني اهو لما صفحة كاملة عارفين يعني ايه صفحة كاملة في اكبر جريدة في امريكا اكبر جريدة في امريكا نيويورك تايمز بتاريخ عشرة تلاتة يعني من خمس ايام صفحة ايه خمستاشر انا حطالكم عليها بالبتاع هي يعني بالعنوين عشان اللي عايز تأكد يتأكد الصفحة الكاملة بتحكي حكاية هذه البنت الموضوع ان في حاجة اسمها هنا حتى في امريكا اسمها موفمينت موفمينت دي زي مجموعة من المخرجين والسينمائيين ومش عارف ايه بيخلوا البنت الممثلة المبتدئة تدفع التمن جنسيا عشان تصعد الى عالم السينما فهم بيقرنوا موفمينت ميتو موفمينت ميتو ده في جوه المقالة مش هدخل فيها في التفاصيل ان هذه البنت اللي عندها 22 سنة يتم اغتصابها على يد السبعة من اولاد رجال الاعمال اه انا حطا لكم خط تحت نيويورك تايمز اه يعني انا بحزن جدا جدا لما بلاقي الاعلام الاجنبي بيكشف مستور حاجة في مصنع الحبيبة اه طبعا الجرائم دي ممكن تكون في اي دولة موجودة في العالم ما فيهاش مشاكل لكن قد ايه بحزن لما بلاقي حاجة عن مصر بالشكل ده بحزن جدا ده بالنسبة لقضية فيرمونت فرنسا بقى بالنسبة لي مهمة جدا معلش هستأذنك ناخد خمس دقائق كمان بالزبط او حبة صغيرة فرنسا بالذات انا قلت لحضراتكم نشوف اول حاجة في فرنسا او في ملف فرنسا ادي البنوتة او اللعب الاسرائيلي الاول اللعب الاسرائيلي اسمه ضياء سبع ده اسرائيلي من عرب اسرائيل اهو ده هل ده مسلم ولا مش مسلم مسلم ضياء سبع من عرب اسرائيل انتقل من الفريق اللعب الكرة القدم الاسرائيلي الى فريق الامارات اسمه فريق النصر طبعا دلوقتي التطبيع بالنسبة لكم جريمة عشان أعرفكم أن البلد هي اللي بتحكم بالقانون يا مصينة الحبيبة القانون لما بيتنفذ بيتنفذ لأن الدولة بتجبر مواطنيها على تنفيذ القانون في فرنسا للأسف الشديد هي اللي سمحت بهذا التسيب من المهاجرين اللي جم في فرنسا لكن شوفوا الصورة دي أنا وردتكم كم صورة قبل كده للمسلمين بيسدوا الشارع عشان يصلوا دول في السرائيل على فكرة دول في السرائيل ليه ما سدوش الشارع زي ما بيسدوا في أوروبا في فرنسا وردتكم صور في إيطاليا وردتكم في بريطانيا وردتكم كل صور اللي بيسدوا الشارع وهنا طي أنا عندي فيديوهات بالعبل على سد الشارع في فرنسا إحنا بنتكلم عن فرنسا دول في السرائيل القانون في إسرائيل أكبرهم أنهم ما يسدوش شارع إذن الدولة هي المتحكمة في تنفيذ القانون وهي اللي تنفذ وهي اللي تكسر القانون دي إسرائيل البنت اللي اتضربت وعرطتها دي في إسرائيل برضو السورة دي في إسرائيل البنت اللي عرطتها الإسبوع اللي فات في فرنسا اللي ضربوها وخرشمولها وقشها كله عشان لابسة جيبها قصيرة حد في إسرائيل من المسلمين زي ضياء ده يقدر يضرب البنت دي يقدر خطوا تحتها خط يقدر يضرب البنت دي لأن اللي شيبها بتاعتها أو الفستان بتاعتها قصير ليه اشمعنا اشمعنا قدر في فرنسا يخرشم له وشها ويدغدغها هو والتنين اللي معاه وهنا ما يقدرش ليه الدولة الدولة ده اللي أنا بدوس عليه اللي بعد مكرا قال ده بقى ده لعب فرنسي اسمه بوغيبة اسمه ايه أنا بوغيبة فرنسي عايش مع الحلوة الأمورة دي يا حاج عمر اهو ها خليك مركز وخلف منها طفلين مخلف منها طفلين ولما قالت له نتجوز رفض انه يتجوزها مع ان ده حلال شرعا عندك في الإسلام ان انت تتجوز الكتابية رفض ان هو يتجوزها لانها مش مسلمة هل ده نعمل اكبار ولا مش نعمل اكبار هي عندها يعني ممكن تعيش حياتها كده هي ممكن تعيش حياتها بالشكل ده ما عندهمش مشاكل لكن هو عندك قريدي حلال ان انت تتجوز كتابية زي ماريا القبطية معناها ما كانتش جسد ما هياش مراته ما هياش مراته ما حدش يقول انها من أمهات المؤمنين لكن عندك حلال شرعا تتجوز المسيحية وليه ايه ايه اللي خلاك ان انت رفض تتجوزها لما انت مخلف منها عشان يجبرها عشان ولادها ولادها اللي معاها دول يجبرها على الإسلام الله عليكم حلوة طيب مكرون قال ان يعني قال الاسلام دين يعيش في أزمة في بقاع العالم الجماعة طيب انا بقول يعني مكرون لما قال الاسلام يعيش دين يعيش في أزمة في كل بقاع العالم راح المسلمين الحلوين الجمال اللي في فرنسا اعتادوا مبارح على هذه الكنيسة وعلى هذه المنطقة على هذا الحي وحرقوا العربيات وحرقوا مبنى الكنيسة ده وحرقوا حاجات تانية كتير قوي ردا على كلمة مكرون ايه رأيكم هل احنا لما انا عندي صورة دلوقتي لو احنا زيكم بعد الشر بعد الشر كنا حرقنا كل دول الإسلامية كنا حرقنا الحج خال الصلاح حي كنا جبناها حي خال الصلاح وحرقناه لكن احنا مش كده شاولي ايه بدي قلتلكم قبل كده انها يعني كل حاجة بتقدر تعمله بتتكلم على كل الأديان ولكن انتو الوحيدين اللي بيستطور تعتدوا انتو يا مسلمين الوحيدين اللي احتجيتوا على صورة رسمت للنبي ما هو اعلى من الله مش هنسك كلمة دي ومش هنستهلكم هو اعلى من الله عندكم فبالتالي لا لازم ادفع انا بابي وامي يا رسول الله ايه رأيك في المسلم اللي دايس على العالم ده حفي ولحس الجزم لغاية ما وصل لفرنسا وفي الاخر علامها يهان بالشكل ده علامها يهان بالشكل ده حاضر اذا عربت خربت انا طبعا مش هدخل في الفيديو ومش هدخل في الباقي اذا عربت خربت اي منطقة في اي دولة اجنبية هم دلوقتي على فكرة موجودة في امريكا في احياء معينة كده قفلين على نفسهم والشريعة قلتلكوا الكلام ده بينفزوا الشريعة على نفسهم وممنوع البوليس وممنوع اي حد غريبي يدخل عندهم فهي عربت ايه او اسلمت عربت فتخرب تخرب ايه رأيكم في سنة عشرين والجمال اللي خدناه من سنة عشرين اجي سنة عشرين ضم اسم الحبيب محمد اجي سنة عشرين كورونا اتل دم اغتصاب بلاوي 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 سنة عشرين اكتر من اي دولة اكتر من اي سنة تانية شفتوا العلاقة ما بين سنة عشرين والاسم تقدروا لو مكران قال الكلام ده عنده 2300 جامع 2300 جامع بياخدوا من ميزانيات الدولة فلوس وبياخدوا دعم وبياخدوا منظمات حول الانسان وبياخدوا بلاوي متلتلة وردتكوا الصورة عبل كده لكل اللي بيمدوا ايديهم للاعنات اللي بتدفعها الدولة كلهم منقبات مش محجبات منقبات تيجي وتعيش في الدولة وتاكل وتشرب وتاخد فلوسه وبعدين في الاخر تحرقوا البيوت وتحرقوا العربيات وتحرقوا الكنيسة وتحرقوا وانتوا اصلا مينفعش تبقوا بني ادمي حلقة النهاردة انا انفعلت فيها سامحوني معلش لكن محتوها يمكن وفيها حاجات كانت اكتر كانت هتخدني انفعل اكتر فسامحوني على اللي انا قلته وانفعلي اشوف حضرتكم على خير بإذن ربنا الاسبوع الجاي في نفس المعاد اللي عادة بعد اربع ساعات من الان ويوم السبت زي بالوقتي سلام ومسف معكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة